موسيقى متتبعي قناة طيور تيفي أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع حلقتنا لهذا اليوم سنتكلم فيه عن حصص العليقة الخاصة بالأرانيب إن نجاح مشروع تربيات الأرانيب تعتمد بالأساس على مدى نجاح المربي في توفير الاحتياجات الغدائية في مراحل النمو والإنتاج المختلفة وتمثل العليقة أو العلف النصيب الأكبر من تكاليف التربية وكلما كان المربي على دراية تم ووعي بأمور التغذية كلما كانت تربية الأرانيب اقتصادية حيث يستطيع المربي تقديم عليقة متوازنة المكونات واقتصادية التكاليف وبذلك يكون قد حقق أبعد مدى لنجاح التربية وحرصا منا متتبع قناتنا على تسهيل مامورية المربين في إنجاح عملية التربية نقترح عليكم الحصص المتلى من العالقة الواجب تقديمها للأرانيب يوميا بمعدل وجبتين في اليوم فالأرانيب عن عمر أسبوعين لا يمكن حساب كمية علف لها تقريبا ولكنها تبدأ في تناول العلف من عمر 18 يوما تقريبا ويزداد تناولها للعلف تدريجيا مع نقص كمية الحليب المنتج من الأم حتى مرحلة الفطام أي عن عمر 30 إلى 35 يوما تقريبا خلال الفترة من الولادة حتى الفطام يكون العلف غير محدد أي حتى الشبع ولكن يمكن تقدر كمية العلف المستهلكة للأرنب الرضيع من عمر 3 أسابيع حتى الفطام كمتوسط 25 إلى 40 غرام علف في اليوم بعد الفطام يتم حساب 50 غرام علف في اليوم حتى عمر 45 يوما ويتم زيادتها إلى 75 غرام علف في اليوم حتى عمر الشهرين بعد ذلك تعدل الكمية إلى 100 غرام علف في اليوم أما بالنسبة للأم الفاضية فتأخذ 125 غرام علف يوميا وإذا كانت الأم عشار تأخذ 250 غرام علف يوميا وإذا كانت الأم عشار وترضع تأخذ 350 غرام علف يوميا وبالنسبة للذكور 525 غرام علف يومي يقصد بالأم العشار هي الأم الحامل فالأم الحامل تأخذ كما سبق الذكر 250 غرام علف يوميا كانت هذه هي حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متتبعين أن نكون قد قدمنا لكم الأفضل شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر